بدأ الأمريكيون يبحثون عن مواجهة مع الميليشيات الحوثية ولكن أقل ثمنا وأقل سعرا وهنا متغير مهم في إدارة هذا الصراع إلى ماذا يشكل ذلك بالنسبة لإدارة هذه المعركة من قبل الأمريكيين تعامل بصرامة مع ما يحدث في البحر الأحمر عموما ومع الحوثيين بشكل أخص باتخيارا إجباريا واشنطن ليس لديها رفاهية المفاضلة والاختيار إذا كانت إدارة بايدن تميل أحيانا نحو التصرف بنوع من الليون مع الحوثيين فذلك يعني بحسب مراقبين أن تكلفة عملياتها باتت باهظة لذا بدأ أن الجيش الأمريكي يتجه نحو بداء الجديدة مثل استخدام أسلحة ليزر عالية الطاقة لإسقاط المسيرات والصواريخ الحوثية يبدو هذا النوع من الأسلحة بديل أقل تكلفة بالنسبة للبنتاجون فجهود وقف المسيرات الحوثية يعتمد على صواريخ باهظة ثمن هذا ما أكده موقع تاسك أند بوربس العسكري بقول أن البنتاجون يبحث مع بدائل لا تكلف سوى عشرات الألاف من الدولارات لكل عملية عمليا نفذت القوات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن أكثر من 160 عملية إسقاط لمسيرات هجومية حوثية في اتجاه واحد وتكلفة هذه الاعتراضات مرتفعة للغاية عملية واحدة لإسقاط مسيارة يكلف 100 ألف دولار أما صاروخ أرض جو متوسط المدى يكلف أكثر من مليوني دولار حتى الآن لم يكشف الجيش الأمريكي عن جميع الأسلحة المستخدمة في عملياته لكن بواسطة أسلحة تقليدية بإمكاني إسقاط مسيرات تجارية صغيرة الحجم تم تحويلها إلى مسيرات حربية بما أن المسيرات الإيرانية والحوثية تتطلب أسلحة أكثر تكلفة وتعقيدا فمن المرجح أن تتزايد حاجة الأمريكيين إلى خيارات أوسع ووسائل أرخص للقضاء عليها لهذا السبب طلب الجيش الأمريكي في فبراير الماضي مئات من طائرات وهي ذخيرة توصف بالقليلة وللغاية نفسها نشر الجيش الأمريكي مؤخرا نظام ليزر عالي الطاقة أو نظام لمكافحة المسيرات بحسب المواقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة